موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم أخواتي إن شاء الله بخير جاءنا اليوم بفيديو جيد بسلسلة بسلسلة البيتسفايت الثالجماين الدسكوسيون الموندلش مثل ما الكلب يعرف بهذا القسم يعطوك 20 دقيقة ونصب تقرأ سجل أهم النقاط وتتناقش أنت وصديقك بأمام لجنة الامتحان أمام الفاحصين الله يزدي الخير لأختي اللي بعتتي الملف ومشاهل صاوي عليه هالفيديوهات فهذا ليس من مجهودي الشخصي لا ننساهم الدعاء أرجو أنه لا يتعلمني اللفظ حاول بسم الله الرحمن الرحيم وبلش فورا اليوم المعلومات أو الجمل اللي بتقدر أنت تستخدمها حاولها موضوع كثير عم يتكرر بالبيتسفايل موندلش هو البقشيش تقدر تأخذ الفورتايلة والناختايلة وتضيف عليها طبعا من عندك حاول بسم الله مرة ثانية وبلش فورا بالنسبة للناس اللي بتشتغل بالمطاعم النوادل باللغة العربية ومصففي الشعر وشوفيريات التكاسي أو الناس اللي بتشتغل بشكل عام وبتقدم هاي الخدمات بيعتبر البقشيش هو مثل اعتراف صغير أو هو تكريم لخدمة وجودة الخدمة اللي هنا نعم يقدموها الفورتايلة لهذا الموضوع ألس كيرنا ان رستورانز كافي وان بار وان دنوى دس رينجيل مختزن جوب اتركتيف شو معنات هذا الحكي؟ معنات أنه اللي بيحلي هذا الشغل أو بيخلي هذا الشغل كشغل نادل يعني بالبار أو الكافي أو رستوران اللي بيخليه انه يكون جذاب أو فعال مشان العالم تشتغل فيه هو البقشيش انه الواحد بقدر يحصل على مصاري زيادة غير الراتب اللي عم ياخده الاساسي فور برقتي كانت سلت دس رينجيلد نوى اين كلينا ان ريس ومعنا بيغوف شبتر بالنسبة للمتدربين الذين يدربوا بهذا الشيء بيبغي انه يكون البقشيش فقط محفز صغير اللي يتعلموا مهنة لاحقا انه مثل ما قلنا ممكن واحد ياخد مصاري زيادة دس رينجيلد سيشرت دي كالنو اين ايغن لبنس انه هو يعتبر كمان مثل وسيلة الامان او بيؤمن من ناحية مستوىهم المعيشة انه الواحد بيحس بامان انه بعد اخر الشهر غير راتب الاساسي لانه هيجيني مبلغ صغير ممكن فيني او حتى يوميا ربما هون في المانيا هنه بشكل عام فيك هينتك امان تذكرك فورتايله انه بيجي المبلغ لكل المطعم بجمعوهن و باخر نهار باسموهن على الجميع هذا الاغلبية هيك بشتوله ومن ناحية اخرى تعتبر مصلحة جيدة بالنسبة للضيوف او اهتمام جيد بالنسبة للضيوف لانه انت وتعطي هذا البقشيش ستطمن جودة الخدمة اللي هي هتتقدم لك هلا وصلنا على الناخ طائلة فيك تذكر احدا دول التنتين او التنتين او شان اذا بدك تحكي كثير من شمال انفيرترد اين فرندلشكايت اوغ اين انيركانت هرزلش دانك فور دين بوستارتغن سيروز كان بسا فرغنالس اينبا منتسم شو ما نتحدث الحكي في بعض الاحيان بيخفد المال من قيمة الود انه بتطلع القصة غير لطيفة منك لانه ممكن انت تقول كلمة شكرا كثير على الخدمة العظيمة اللي انتو عطيتونيها والخدمة الرائية اللي انتو عطيتونيها وقدمتونيها افضل من العملات المعدنية هاي من اهم النقطة مو ضروري ايام تكون المصاري هي فس الشكر الوحيد للشخص ايام امان الحكي الحلو بيعطي اهمية للشخص اللي اشتغل وخدمك بداخل هذا المطعم او هاي الكافتيريا هلا النقطة اخرى 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 وممكن كتير من ناحية اخرى انه يصير عدم المساواة بين البقشيش والموظفين متل ما قلت هلأ من شوي فهون بي المانيا بيشتغلو هنه اغلبية المطعم بهذا الترتيب اجاههم 100 مثلا عندهم 5 موظفين بيقسم المية على الخمسة فبالحال الكل بياخد مو بس مثلا انا كنت هناك اعطيته 10 فزيادة فاخد العشرة كلها لالو لا هنه بيشتغلو بنظام مساواة خلاص كل واحد بياخد المصاري اللي اجت للجميع فانت هاي النقطة فيك تذكره انه مثلا ببلدك او باي بلد او انت شفت مثلا مطعم بيالمانيا او سمحت او اشتغلت مثلا وطلع انه مو هيك النظام فانت بيطلع معك انه هاي النقطة تايله هي كتير ضدائع اتاك واتاك يعني انت بتدر تبحر من عندك من حكي وتحكي بالصيغة اللي بدك ياه هيك بهاي الحالة بيكون خلاص الفيديو وما كتير صعب سهل لا ننسى من الدعاء الاختي اللي بعطت لي الملف اهم شي هلا لحلكم لا تنسونا من الدعاء بالنسبة لالي الله يزيكم الخير السرفا لايك شاري للفيديو ودعم للقناة شو اذا استمر فيكم وتشجع بيحكي يكون حلو اي سؤال حتول يا ابني من التعليقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته